اشتركوا في القناة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع السلطتين التنفيذية والتشرعية الأول ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب كلمة أكد فيها أن التوجهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور النقاد الأول من الفصل التشريعي السادس في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية تشكل نبراس العمل الوطني على الدوام للجميع معربا معاليه عن بالغ الشكر والامتنان لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين المالياتين 2023-2024 والتي روعي فيها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي وتحقيق برنامج التوازن المالي ومؤكدا معاليه حرص واستعداد السلطة التشريعية لمناقشة وتجهيز مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن اللقاءات التشاهرية والاجتماعات الثنائية بين السلطتين التشجعية والتنفيذية ستسهم في صوق رؤية توافقية حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 وتحقيق التطلعات السامية لملك البلاد المعظم وما يؤكد عليه جلالته أيده الله بأن المواطنة هو الركيزة للتنمية وأساسها مشيدا بحرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تبادل وجهات النظر والأفكار التي تؤدي إلى الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتضمن الكفاءة والقدرة على تنفيذ المبادرات والمشروعات الواردة ضمن برنامج الحكومة مشيرا معالي لأن التوافق على مشروع الميزانية العامة للدولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيشكل خارطة الطريق لكافة مسارات التطور والتقدم التي ستشهدها مملكة البحرين خلال العامين المقبلين من جهاته أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 يجسد أولوية من أولويات العمل الوطني المشترك ونقل معاليه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في أولى الاجتماعات المشتركة وما تليها من اجتماعات لاحقة ستخصص لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ومشيرا في الوقت نفسه وانطلاقا من توجهات سموه إلى حرص الحكومة على الاستعداد التام والدائم للتعاون مع السلطة التشريعية بهدف الوصول إلى التوافقات التي تسهم في تحقيق الخير والنماء للوطني والمواطن وأوضح معاليه أن إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية إذانا ببدء دورة ميزانية جديدة تاتي في ظل تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة تعد الأعلى في تاريخ مملكة البحرين وأشار معاليه إلى أن الحكومة والتزاما بما تم التوافق عليه في برنامجها للأعوام 2023-2026 فقد روعي عند إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقي من المواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي ومؤصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن هي أولوية دائمة في مختلف مسارات التنمية ولأجل ذلك تستمر الجهود لتحقيق الأهداف المرسوة من خلال تنفيذ الخطط والبرامج للوصول للتطلعات المنشودة وتبني المزيد من المبادرات الهدفة لتحقيق الاستدامة المالية مشيرا إلى أن التفاؤل هو عنوال المرحلة القائدة على الرغم من التحديات العالمية الماثلة أمام الجميع والتي سنتمكن من تخطيها متكاتفين جميعا وبالعمل بروح الفريق الواحد ومنها تعزيز أفاق التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هذا وكان معاني وزير المالية والاقتصاد الوطني قد قدم عرضا تناول فيه مستدفات تحقيق الاستدامة المالية ونتائج تنفيذ برلامج التوازن المالي والمحاول الرئيسة لأعداد الميزانية العامة وأسس تقديرها وملخصا لأهم المشاريع التي ستنفذ خلال دورة الميزانية القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر